الرئيس التونسي قيس سعيد يواصل خطواته على طريق إصلاح القضاء وضمان حسن سيره واحترام استقلاليته الرئيس سعيد أصدر مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل مجلس مؤقت للقضاء دون تحديد أجل محدد خطوة تسمح للرئيس التونسي بإعفاء القضاء ومنع إضرابهم استكمل الرئيس التونسي قيس سعيد خطوة إعادة تصويب عمل القضاء حيث أعلنت رئاسة التونسية أن سعيد أصدر مرسوماً باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء كبديل عن المجلس الذي حله قبل أيام وقال سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة ووزيرة العدل إن حل المجلس واستبداله بآخر مؤقت جاء لوضع حد لحالات الإفلات من العقاب وأضف أن المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل تعد مطلباً مشروعاً للشعب التونسي وأشدد سعيد على احترامه استقلالية القضاء مفشيراً إلى أن الفصل بين الوظائف يستهدف تحقيق التوازن بينها لكن الرئيس التونسي شدد على أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تطهير البلاد من كل ما علق فيها من أسباب الفساد موضحاً أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجبيع أمام القانون أثارت الخطوة القضائية لسعيد انقساماً في المواقف ونفذ قضاء قبل أيام إضراباً للاحتجاج على حل المجلس الأعلى للقضاء مطالبين بالتراجع عن القرار وفي المقابل أكد وزير الخارجية التونسي أن قرار سعيد يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي في البلاد النقاش أرحب بضيفي من تونس عضو المكتب السياسي في التيار الشعبي المحامي جمال مرس وأيضاً الحقوقي والباحث السياسي صلاح الدين الجورش يهلاً بكم أبدأ معك سيد جمال لين تتجه المواجهة بين الرئيس قيس سعيد والقضاء بعد هذا القرار مساء الخير تحية لكم ولكيفة المشاهدين المرسوم الذي أعلن أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم أمس وصدر في الرائد الرسمي أنهى الجدل بصورة نهائية في رأينا بأن حل محل المجلس على قضاء المؤقت حل محل مجلس قضاء السابق أعتقد أن من يتحمل مسؤولية في هذا الجانب هم أعضاء المجلس على القضاء السابق الذين لم يكنوا قدر المسؤولية والذين منحهم رئيس الجمهورية أكثر من فرصة وأكثر من تنبيه ولم يكنوا عند حسن الظن ولم يقوموا بالإصلاحات اللازمة بما جعل القضاء اليوم يعيشوا أزمة حقيقية على مستوى النجاعة وعلى مستوى حل الملفات الكبرى التي تعاني منها البلاد بعد صدور هذا المرسوم أعتقد أن معناها ربما البعض من الأعضاء سيدخلون في مواجهة مع رئيس الجمهورية في هذا الجانب وبعض القضاء وبينما البعض الآخر أعتقد اليوم صرحوا بعض وسائل الإعلام وبن خلال بعض التدوينات أنهم مع التسليم بالأمر الواقع وأن المجلس الأعلى القضاء السابق في عداد الماضي ولم يعد له أي معنى وأنهم يتحملون مسئلياتهم في هذا الإطار رئيس الجمهورية سيتولى تفعيل هذا البرسوم في الأيام القليلة القادمة من خلال إحداث مجلس أعلى قضاء مؤقت يقوم بدور أساسي وننتظر ردة الفعل من بقية الأطراف في هذا الجانب سيد صلاح يعني مرسوم كما أشار سيد جمال ينهي الجدل من يتحمل المسئولية هم أعضاء المجلس السابق لم يقوموا بالمطلوب وبالتالي من حق الرئيس أن يقوم بما يكفي لضمان عملية الإصلاح التي يشرف عليها أنا في اعتقادي بأن هذا المرسوم لن ينهي الجدل ولكنه سيعمقه وسيدفعه نحو خطوات قادمة للاعتراض على هذا المرسوم يعني رئيس الجمهورية الآن بهذه الخطوة أكد بأنه حريص على أن يضع يده على جميع السلطات والآن جاء دور السلطة القضائية وأن هذا المرسوم في الحقيقة يشكل تدخلا واضحا في أعمال القضاء لأنه الرئيس يعين جزء هام من هؤلاء القضاء تسعى في هذا المجلس الجديد ثانيا يتدخل في العملية التنظيمية وكذلك في تأديب القضاء وفي منع بعضهم من الوصول إلى مواقع وبالتالي هناك مؤشرات عديدة بما في ذلك منع القضاء من الإضراب وهو حق من الحقوق التي يتمتع بها القضاء من قبل وبالتالي رئيس الجمهورية يريد من خلال المؤسسة القضائية أن يزيد من ضبط إحكامه للدولة وللمؤسسات الرئيسية وأيضا أن يواجه خصومه بشكل أكثر صرامة في المرحلة القادمة ما رأيك سيد جمال مرسوم لن ينهي الجدل بل يعمق ويكرس ضبط سلطة الرئيس وليس الأمر متعلق باستمرار شامل لعملية الإصلاح السياسي هذا الأمر يتكرر منذ المواجهات والتصريحات المتبادلة بين الرئيس قيس السعيد والمجلس القضاء أختلف مع أستاذ صلاح في هذا الجانب وأعتقد أن هذا المرسوم يكرس بصورة فعلية مفهوم الفصل بين السلطة فالفصل بين السلطة لا يعني أن كل سلطة مستقلة بصورة تامة عن السلطة الأخرى بين سلطة قضائية وتنفيذية وتشريعية السلطة في الأساس هي للمجلس الأعلى للقضاء بأن يتولى مهام التعيين والتأديب وانتداب القضاء وكذلك البحث بعض الملفات المتعلقة بالإخلالات التي يقوم بها القضاء أثناء ميهنهم رئيس الجمهورية لا يتدخل إلا بصورة لاحقة عندما لا يقوم هذا المجلس بوظائفه الموكلة له أو يتخاذل في القيام بها وفق أجال معينة سبع أيام بعض الأحيان واحد عشرين أيام في بعض الأحيان الآخر وأعتقد أن ما عينيناه كمحامين وكمتقاضين في تونس من ركود الملفات في رفوف وزارة العدل وخاصة في تفاقدية وزارة العدل كل مواطن يشكيب قاضي ينتظر ست أو سبع سنوات ولا يفصل هذا الملف رئيس الجمهورية وأراد أن يضع بصورة فعلية حدا لهذا التخاذل سواء من تفاقدية وزارة العدل أو من مجلس على قضاء بأن يقوم المجلس بفصل الملفات في أجالها القانونية وفي أجال تسمح بأن يكون لهذا القرار نجاعة وسواء في هذا الاتجاه أو ذلك أفصل الملف قال لهم رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه أو ذاك ورئيس الجمهورية لا يتدخل بصورة لاحقة عندما يتجاوز المجلس أجال القانونية ولا يقوم بالبت في هذا المجلس هذا من جهة بالنسبة لبسالة الإضراب أعتقد إلى حد الآن من مجلس على القضاءة السلطة القضائية في تونس منظمة بقانون 68 وهذا القانون ينص ويمنع الإضراب على القضاءات ورغم ذلك عينينا السنة الفارطة إضراب لمدة شهرين تصور يعني سلطة قضائية مضربة لمدة شهرين فما مصير القانون بحكة حاكم وما مصير المتقاضين وما مصير المحامين وما مصير الحقوق التي تذهب هدرا رئيس الجمهورية أكد مرة أخرى خبص طلب هذا المرسوم على التذكير بالمنع الإضراب كيف تدعي أنك سلطة وتضرب عنها هل يمكن رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية أن يصبح في بيته وليتوجه يوما ما إلى القصر ليحكم ويقول أنه في إضراب لمدة يومين أو ثلاثة كذلك السلطة القضائية بادم تتدعون أنك سلطة فالإضراب لا يمكن يتعارض مع مفهوم السلطة أصلا سلطة قضائية سيد صلاح الدين مضربة لفترة طويلة تضيع من خلالها الحقوق تبريرات الرئيس أيضا سابقا أختصرها كانت تتعلق بمدة التقاضي الاعتماد على الولاءات ليس الكفاءات وإطالة أمد بعض القضايا أليس مسألة الإصلاح مهمة وهي متعلقة بحقوق الناس لا خلاف حول أمرين أساسيين أن المؤسسة القضائية تعاني من أمراض عديدة وأنه يجب إصلاحها بطريقة جدية وعميقة وبالتالي لا خلاف حول إصلاح أليست خطوة الرئيس يعني خطوة جدية وعميقة يعني نواياه طيبة لا أشك في ذلك ولكن إن عكساتها ستكون سلبية لأمرين أساسيين الأمر الأول أنه لم يشاور القضاة ولم يشركهم في هذا في عملية الإصلاح نفسها وبالتالي لم يشركهم في هذا الوضعية الاستثنائية وهذا الهيكل الاستثنائي الذي أحدثه ثانياً أن عملية الإصلاح بهذه الطريقة في ظروف استثنائية ووفق مراسيم يعني تتعارض في الكثير منها مع الدستور ومع النصوص الفصول الدستورية ومع القوانين أنا في تقديري هذا سيؤدي إلى مزيد من تعقيد الأوضاع لأننا سنجد أنفسنا الآن أمام هيكلين هيكل الرئاسي هو الذي وضعه رئيس الجمهورية وهيكل آخر هو أصيل وهو قديم وهو متفق عليه على نطاق نواسع داخل المؤسسة القضائية سيعترض على الهيكل الجديد وبالتالي هناك شرعيتان رئيس الجمهورية اتجه واختار أن يزيد عملية التقسيم داخل المؤسسة القضائية وحتى داخل الطبقة السياسية بشكل عام لماذا لم يشاور سيد جمال القضاء خطوة وإن كانت نواياها طيبة كما أشار سيد صلاح إلا أنها قد تعقد المسألة هل كان أصلا هناك خيار آخر سيد جمال متاح للرئيس بالنسبة للقضاء في تونس مقسمون من حيث الهيكل المشرفة عليهم إلى نقابة وجمعية لأسباب تاريخية معناها ليس المجال لذكرها هناك جمعية القضاء التي تعارض بشدة رئيس الجمهورية والتي لها نصيب الكعكة الكبير في المجلس على قضاء لذلك هي متمسكة بهذا المجلس القديم وتعتبر نفسها معناها تعتبر أن هذا المجلس شرعي ويجب أن يتواصل باعتبارها لها الكثير من موليون لها والمنتمين إلى الجمعية في المقابل هناك نقابة القضاء التي أحدثت بعد ثورة 2011 والتي كذلك لها تمثيلية واسعة دخل القضاء اعتبرت رئيستها في تصريح إعلامي واضح أن القضاء اليوم بعد إعلاء رئيس الجمهورية على حل المجلس السابق بدأ يتعافى ويتجه نحو الاستقلالية يعني المواقف واضحة من الجانبين بشقية دخل القضاء والتقط رئيس الجمهورية هذه المواقف وقام بإحداث هذا المجلس المواقف الجديد وأذكر هناك تكييف قانوني أننا تقريبا أصبح بين الواضح أننا في إطار نظام مواقف السلطة العبومية ورغم أن رئيس الجمهورية لم يعلم بصورة صريحة أنه قام بتعليق الدستور بصورة نهائية وأنه حافظ على الباب الأول والثاني وأعتقد هذه مجرد رسالة بأن باعتبار الباب الأول والثاني يتعلق بالحريات العامة بالأساس أنه محافظ على الحرية العامة بين باب السلطة القضائية والتشريعية وغيرها في عدد الماضي وبالتالي تقريبا على مستوى التكييف القانوني نصبح على مستوى نظام مؤقت للسلطة العبومية وهذا المجلس هو مجلس مؤقت سيقوم بتنظيم والإشراف على السلطة القضائية في هذه المرحلة الضيقة إلى حدود الانتخابات التي حددها بتاريخ 17 ديسمبر ثم المشرع الرسمي يعني مجلس النواب القادر بسيطة ولا إحداث قانون للمجلس الأعلى للقضاء بصورة نهائية إذن نحن في إطار قضاء ونظام مؤقت أعتقد أن الرئيس الجمهورية هو اللي يشرف عليه كيف يمكن أن تكون هذه الخطوة غير معقدة أكثر للمشهد وللمواجهة بين الرئاسة ومؤسسة القضائية سيد جمال باختصار حتى أنتقل بالسؤال إلى سيد صلاح أولا أريد أن أذكر أن هو أهم مجلس هو مجلس القضاء العدلي باعتبار معناه يشرف على كل محاكم الجمهورية المنتشرة في كامل الجمهورية هناك أربعة بصفتهم وهو رئيس محكمة التعقيم وكيل الدولة العام مدير مصالح العدلية وكيل العام مدام حكمة التعقيم ورئيس محكمة العقارية هؤلاء موجودون في المجلس القديم وهم أعلى رتبة قضائية في تولس سيكونون متواجدين في المجلس الجديد وبالتالي معناه إذا قبل هذا الأربع الكبار بين الظفرين في السلطة القضائية الانتقال إلى المجلس الجديد أعتقد على مستوى الهيكل وعلى مستوى تفعيل مرسوم 12 فيفري 2022 لم يعد هناك إشكال على مستوى تفعيله وبالتالي معناه ننتقل إلى المرحلة الجديدة بسلسة ما تقبل هؤلاء الانذباء من المجلس الجديد خاصة أن ثلاثة البقية يعني مكونات المجلس على قضاء من ثلاثة قضاءات متقاعدين يقوم باختيارهم رئيس الجمهورية وبالتالي يعتقد أن على مستوى الإجراء المسألة لا تقتل تعقيدات أو أي شيء من هذا القبيل قرارت تخذ إذن سيد صلاح كيف يمكن أن يصب لمصلحة البلاد أن لا يعقد المشهد أكثر هو الحقيقة تونس لا تتحمل مزيد تعقيد الأوضاع وتعقيد المشهد المشهد في حد ذاته معقد لكن في اعتقادي أن رئيس الجمهورية رافض أن يحاور الجميع الأطراف بما في ذلك القضاءات أنفسهم وبالتالي له خطة يواصل في عملية تنفيذها الآن قطاع واسع من الحقوقيين والسياسيين معطردين على المنهجية التي اختارها رئيس الجمهورية مما سيزيد تعقيد المشهد أن الأطراف الدولية وبالخصوص الأطراف المعنية باستقلالية القضاء ستقف بشكل واضح وبشكل واسع النطاق ضد قرار رئيس الجمهورية وهو ما سيزيد من عملية عزل تونس وتعطى صورة بأن تونس الآن تنتهك حقوق أساسية بما في ذلك حقوق القضاء وهذا مما سيغذي الصراع السياسي في الداخل ويغذي العزلة الدولية التي تتجه إليها تونس تدريجيا وبشكل متسارع على السعيد العالمي وخاصة في العلاقة مع الدول الديمقراطية التي تحترم القضاء وترى أن لابد من الفصل بينها لأن ما جاء على لسان الأستاذ واحترمه كثيرا هذا رأيه وكأن شيئا لم يكن كان هناك طريق يمكن تسويته بشكل بسيط بإجراءات مثل هذه ولكن في اعتقادي أن ما يجري هو زاد في تعقيد الوضع وزاد في خلق مزيد من توسيع الأطراف الغير المساندة والمعارضة لرئيس الجمهورية كانوا قبل على المستوى السياسيين وبعض النشطاء وجمعيات اليوم القضاءات جزء منهم على الأقل سيجد أنفسهم منحزين إلى المعارضين لرئيس الجمهورية سيد جمال الشكل الجديد للمؤسسة القضائية بعد التعديلات إن تمت خلال المرحلة المقبلة كيف يمكن أن يضمن بالفعل نموذج جديد أفضل نموذج يؤكد بأن قرار الرئيس أتى لعملية إصلاح لهذه المؤسسة المهمة في المشهد والعملية الإصلاحية بشكل عام في تونس وليس لبسط نفوذه وسطوته أكثر أول وهم ملاحظة هو تقليص العدد في هذا المجلس كنا إزاء مجلس يضم 45 شخص يعني تقريبا عبارة على مجلس نواب آخر أو برلمان آخر اليوم المجلس يتزاوج 21 عضو سبعة أعضاء في كل مجلس سبعة في المجلس العدلي سبعة في المجلس الإداري وسبعة في المجلس المالي هذا تقليص العدد أولا يسهل يعني العمل على مستوى المجلس ثم المرسوم الذي صدر يوم أمس ربط كل الأعمال بأجال المرسوم يقوم على نجاعة كبيرة في خصوص اتخاذ القرار وربط كل عملية بأجل سبعة أيام شهر على 21 يوم ثم إذا تخاذها للمجلس في القيام بواجباته عندها في إطار مفهوم الحق لكن المجلس الحالي لا زال مؤقت دون محدود الأجل سيد جمال صحيح؟ يعني تقريبا مربوط بالفترة الاتقالية مثلما ذكرت بالضحين نحن في إزاءة تقريبا على مستوى التوصيف القانوني السليم نظام مؤقت للصلاة العمامية تقريبا دخلنا في هذه المرحلة باعتبار غياب برلمان وباعتبار معناها الوضع الذي يعيشه تورس وباعتبار بسار 25 نجويلة الذي ارتبط بأجال معينة استشارة وطنية فاستفتاة ثم انتخابات برلمانية طيب أعود للنقاط تقليص العدد للعضاء ربط العمل بأجال وماذا أيضا؟ كذلك في صورة تخاذ المجلس يقوم يحل رئيس الجمهورية ينبه على المجلس ويحل محلهم ويزارة العدل بأن تقوم بالأبحاث القضائية أو الاعتراض على القضاء الذين لهم ملفات فساد ثم يعينون في مناصب عليا كل هذا ورد مربوطا بأجال معينة ويعني عكس ما عشناه في المجلس الفارض ولو سمحت بن ضحين تقريبا أحد أعضاء المجلس على القضاء أنزل تدوينه تعكس بصورة واضحة تعاسى التي كان يعيشها المجلس على القضاء السابق لو تصبح قرأها ملاحظة أولية إلى كل من سهم في ترديل المجلس إلى أن وصلنا لهذه المرحلة وخاصة من أهل الدار ومنهم من داخل المجلس وسهم في هدمه من الداخل ولم يتصور مثل الذين عيشوا ومن كان يرى نفسه أكبر من المجلس ومن كان يرى نفسه بديلا محتملا ومن كان في حملة الانتخابية متواصلة لا يحق لكم التباكي بعد فوات الأوان هنيئا لكم بما صلعت أيديكم اللطم يليق بكم هذا الناتق رسمي المجلس على قضاء يتوجه إلى زملائه منذ حين بتدوينه ويعترف اعترافا صريحا بالخور وبالأمراض الإدارية التي كانت موجودة داخل المجلس على قضاء والذي ذهب ضحيته المتقاضين وذهبت ضحيته المنظومة القضائية طيلة ثلاثة وربع سنوات وأدى إلى خراب المنظومة القضائية بإضافة إلى ما يعيشه القضاء وما نتحدث عنها من قضاء الإخوان وغير ذلك الناتق الرسمي يؤكد باهتراء المجلس وتحمل مسؤولياته سيد صلاح كما أشار سيد جمال إذا تم تقليص العدد وهو أفضل ربط العمل بأجيال مواقة تفويض وزارة العدل بمحاسبة القضاء وتعينهم انتمت هذه الخطوات هل يسقط عن الرئيس الاتهام من المجلس السابق بأن الخطوة هي متعلقة فقط ببسط سطوته باختصار سيد صلاح لا شك في أن القضاء يعاني من مشاكل كثيرة ومن قضاء فاسدين إلى آخره هذا قلنا ليس فيه اعتراض لكن المشكلة الأساسية أن هذا المجلس الجديد الذي عينه رئيس الجمهورية إلى أي مدى أولا سيبقى صلاحياته مفتوحة لأننا الآن نعيش مرحلة المؤقت في أشياء كثيرة وفي مؤسسات كثيرة وثانيا نلاحظ بشكل دقيق تدخل رئيس الجمهورية في العملية القضائية بشكل واضح لأنه أي قاضي أو هكذا قيل عنه بأنه لم يقم بواجيبه فإن رئيس الجمهوري يتدخل بشكل مباشر أو بغير مباشر لإزاحته وبالتالي عملية استقلالية المؤسسة القضائية لأن الديمقراطية قائمة على الفصل بين السلطات هذا المبدأ الأساسي في العملية الديمقراطية قد ضربه الرئيس في مقتل وبالتالي لا يمكن الحديث عن فصل بين السلطات لا يمكن القول بأن الآن المجلس الجديد سيكون مستقلا عن الإرادة الرئاسية وعن توجهات رئيس الجمهورية وأكثر من ذلك الذي يخشى الآن ويتساءل عنه الحقوقيون هل عملية التغيير هذه وتنصيب معناها مجلس جديد مؤقت ألا يكون ذلك مدخلا لتمكين رئيس الجمهورية من معاقبة خصومه السياسيين بطريقة أسرع وبشكل أوضح بينما كان المجلس السابق والضمانات التي كانت متوفرة من قبل تجعل عملية الانتقام السياسي من الخصوم تتم وفقها على الأقل حد أدنى من القوانين أو على الأقل حد أدنى من الشفافية أشكرك الحقوقي والباحث السياسي السيد صلاح الدين الجوريشي وأيضا الشكر موصول لعضو المكتب السياسي في التيار الشعبي المحامي جمال مارس شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا هذا الحوار